طبعا دكتور عبدالله مع مرة انا بحطولك ايه شخصية زي دكتور نفسي كده هو يفهمك من بعيد يجيلك انت تدخل عليه عرفك ايه خير في ايه اقوله فيه كذا 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 يحط لك الرشطة والخطة تعمل بايه تعمل ايه فكنا متعلم منه كنا متعلم منه كل حاجة انا كان شخصيا كان والدي متوفر وانا في السنوي كنا متعلم منه انا واخواتي متعلم منه نعمل ايه نتصرف ازاي نتحرك ازاي اه نتعمل مع الناس ازاي اه هو اللي اثر فيها تأثير جميل جدا وانا في طالب وظابط ان انا الشرطة دي برضو هي هدفها خدمة المواطنين وليس حاجة تانية وحشة فانا مش اتعلم لهذا النهج وهو علاقته بكل اسرته علاقت قوية جدا بيتواصل معهم بيروحوا بيزرهم في زيارات عائلية بحاجة جميلة جدا بصراحة ويعني انا يعني مش تناغي حاجة تانية جدا بس لو قلت حاجة هنقعد يوم يعني نتكلم فيها بافتخر طبعا ان هو يعني عامي والدي طبعا لو قلت لك ان والدي توفح صغيري كنا رسا في سنة وانت فهو تبنينا ان احنا يعني كنا احنا ثلاثة اخوات وورد اخوه فهو بدأ يتكلم معنا يتعامل معنا على السيد احنا ولاده فبدأنا نعرف ايه 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 نشتغل باسلوبه بطريقته ايه 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 يعني تلاحظ مسلا ان احنا بطول حياتنا بس اما فيه بفيش مشكله خالص يوجهنا يوجهنا صح ايه ايه خلي بالك من دي ايه اعمل ديه فبصراحة لا بالعكس اتفاديتني جدا طبعا وتعلمت منه كتير. ايه استيزي ووالدي طبعا كل الخير انا فيه ده منه سببه ربنا الخليل ايه انا بحفظه بازن الله يعني. لاسماعلية في فترة وجود الدكتورة عبان عمارة محافظة لاسماعلية انشطة غير عادية. امتع في اسماعلية ها محافظة صغيرة اولا ايه 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 ا ما انت قلت مهرجانات مهرجان الفن الشعبية مهرجان في السينما التسجيلية مهرجان الفراولة مهرجان مش عارف حاجات خاصة بالفرق الناتشطة الرياضية النادي الاستطوير النادي الاسمعيلي وتغيير مجلس الادارات وتغيير جلد الفريق كله بدل ان حسان التسعين ده برضو خدنا الدورة بسبب وجود الدكتورة الماما موجود محافظة ووزير الشباب الرياضة عندك برضو علاقته بقى بالطلبة طلبة المدارس والجماعات زيارات في المدارس زيارات للطلبة الاعدادي يعني يخوش مدرس الاعدادية يتكلم مع بلدي الحباب معهم حوار احنا بنفتقد لبين دول المسؤول ان هو بيفتح حوار مع الطلبة شوف بقى مستوى ينزل لمستوى الاعدادي والسنوي يتكلم معهم وتحرك معهم المسيرات الرياضية اللي بتعمله ايه هو هو وزير الشباب ننزل ننزل نمشي معايا ايه يعني ايه مراكز الشباب اللي بتطورها باسم علاية ايه عندك تطور المدارس نفسها بقى ايه كان بيفكر ايه كان زي ما بيفكر لعشرين عشرين عشرين بيفكر زي اسماعيل تطور عشرين عشرين فلا عمل حكتري جدا طبعا اه طريق عمر السياحي البلاجد ده كان جديد طريق الدائري الجماعة الجديدة اه بيخلص معاليا اه ليها برند برند لو اسم اسم كبير فاعتمنا دوت يستمر على طول ان ان انت عن طريق ان الاسماعيل دوت يبقى فرقة قوية جدا برضو تحافظ على يعني انت طبعا انت عارف طبعا ان الاهل والزيميك والاسماعيلي هما اطلع كرة مصرية كنا بنفس على طول للأسف الاسماعيلي داتي في في مشاكل طبعا فكان دكتور عباني عمارة احد الازرق الرئيسية اللي بتخلي الاسماعيلي مستوى علي جدا ومستوى كبير يعني لا انا بقوله طبعا من الستة الوزير دكتور عباني عمارة يعني اه الف شكرا لك وربنا يخليك لينا والاسماعيلية وكل الناس بتحبك في اسماعيلية جدا ومصر كلها وان شاء الله تدي اكتر واكتر واكتر اه انت منتهى مشاطه الحيوية احنا بتعلم منك دايما يعني هتقول ليه للسياد اللي هو نا ده ابني اشرف اه ابا هو بيقولك بيقولك انت يعني والده توفى حضرتك توفى بدري وانت توليته اه كان هو ايمياء كان في كلية الشرطة وانا كنت اجتماع مجلس محافظين هنا فتبلغوني ورسيت عليه لا اللي رحت خدته عشان نحضر الجنازة والعازة بتاعت ابوه يعني لا اله الا الله اه لا هو عشرة عمر اه اشرف في الكاريزمة مني الناس بتحبه هناك اسماعيلية جدا واخد منك بعض لا هو الناس بتحبه احب من عند ربنا اه بالضبط كده يعني محبوب امكن اكتر من خواته كمان ما شاء الله اه ربنا خليك ليهم وتعمر كمان وكمان وتبقى انت منور لسمعليق ايه يا دكتور مستعد دكتوري ممكن انت ليك سولات وجولات وعشرة اتحادات كتيرة اوي انت شاف من وجه انتظرك مين انجح اتحاد كورة تولى المسئولية في الفترة الزمانية انت قلت فيها كنت منساجن معاهم اوي وهما منساجمين معاك اوي وبدأوا يحققوا نتائج كويسة لا طبعا سامير زاهر يعني مثلا اللي هو حرب ده مش شغلت معا شوية اه اللي هو حرب شخصية لا شغلية جميلة خرافية خرافية طبعا بس انا كنت اقول له حرب انت بقاهرة تلاتين يعني بتاع زمان اه انما نظيف اه نفسنا نسافر يقولك ماسافرش اه اه لا اه حرب جميلة بس اللي جاب نتائج اول حياسة امير زاهر اه امير زاهر هو وهنا بوريدة قلت بسمى ده العضلة ده المخ وده العضلات انت شاب انه هنا بوريدة الزلم اه هو خد من كده ايه اه اه يعني خد منصب قاله كام سنة في ال في الاتحاد الدولي حاجة شرف كبير واني شاطر جدا على فكرة شاطر جدا يعني هل احنا مفتقدين اللي خطط كرة القدم